موسيقى أهلا أحبائنا مشاهدينا أرحب فيكم باسم الرب يسوع المسيح عندنا حلقة كتير كتير مهمة ولسيما نحن في أجواء الميلاد في هذا الشهر نحتفل بميلاد ربنا يسوع المسيح المخلص الوحيد وموضوعنا كتير كتير مهم كيف أثبتت نبوات ميلاد المسيح لهوته أي لهوت المسيح قبل ما أبتدي بحب برضو أكمل في تشجيع كل أخوتي وأخواتي المشاهدين بالصلاة من أجل الوضع في الأراضي المقدسة وضع حزين جدا وضع حزين ما يحدث أيضا في غزة الأطفال والأرامل والموت والدمار من كل ناحية إحنا طلبنا أنه عاوزين أكتر من مئة ألف شخص يرفع صلاة من أجل هذا الموضوع وأنا شخصيا أؤمن أنه الصلاة ممكن تحرك السماء وتشل يد الشيطان الشيطان جاء ليدمر أنفس الناس لكن يسوع المسيح جاء ليخلص وهي هي رسالة الميلاد أنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب هذه الولادة أحبائي ليس مجرد صدفة أو عشوائية ولكن نبوات عديدة في العهد القديم بعض النبوات بعود تاريخها إلى ألاف السنين قبل ولادة يسوع المسيح ونرى في العهد القديم تسلسل رائع من خلال النبوات بمجيء يسوع المسيح الذي تم في ملء الزمان جاء المسيح وولد في بيت لحم المخلص مخلص كل العالم في هذه الحلقة سنركز عن بعض النبوات وفي نبوات كثيرة في العهد القديم اللي بتتكلم عن ناسوت المسيح يعني يسوع كإنسان ونبوات اللي بتتكلم عن لهوت يسوع المسيح قبل الولادة ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير اشتركوا في القناة أهلا أعزائنا المشاهدين في هذه الحلقة سنركز على بعض النبوات التي قيلت عن يسوع المسيح عند الولادة والتي أثبتت لهوته يعني رح نشوف بعض الآيات ونمشي بالتسلسل بحاول أنه نذكر أكبر عدد ممكن من النبوات والسؤال كيف أثبتت نبوات ميلاد المسيح لهوته خليني في البداية أقرأ آية من نبوة إشعياء إشعياء النبي تنبأ عن ولادة يسوع المسيح أكثر أو قبل سبعمائة وشوي سنين وتنبأ في أيام ملوك يهوذة إذا بنرجع للإصحاح الأول بيتكلم عن أيام عزية ويثام وأحاز وحزقية ملوك يهوذة أربع ملوك يهوذة إنه إشعياء كان يعتبر النبي الكبير أو النبي الإنجيلي لأنه تنبأ عن شعوب كثيرة عن ممالك وعن ملوك وحتى سمى ملك فارس قبل ولادته بمئة وخمسين سنة الملك كورش الفارسي اللي الله استخدمه بإرجاع شعب يهوذة إلى من السبي البابلي يرجع إلى أورشاليم كما قال إرمياء النبي بعد سبعين سنة وهنا أحبائي يتنبأ بالتفصيل عن ولادة يسوع المسيح والجدير بالذكر إنه إشعياء واجه انتقاد كبير وهجوم كثير والبعض اللي قال عن إشعياء إنه مستحيل يكون نبي واحد يتنبأ بكل هذه النبوات فقسموا إشعياء إلى عدة أقسام ولكن أحبائي منشوف عدة عوامل اللي بتثبت إنه الكاتب هو واحد أولا الترجمة السبعينية 250 إلى 280 قبل الميلاد ترجمة التوراة أي العهد القديم من اللغة العبرية إلى اللغة اليونانية تسمى الترجمة السبعينية وهذه موجودة حتى يومنا هذا ثم أحبائي مخطوطات قمران في 1947 وما بعد هذه السنوات مخطوطتان كاملتان لسفر إشعياء موجودة بالزبط كما هي موجودة بين أيدنا ويكفي أن نقول شهادة يسوع المسيح عن النبي إشعياء ثم شهادة الإنجليين متى لوقة والرسل اللي اقتبسوا من سفر أشعياء وهذا اندل على شيء بدل على صحة وحي الكتاب المقدس وأن الكتاب المقدس يسير بتناغم وتسلسل رائع وهذا اندل على شيء أحبائي ليس صدفة لأنه استحالي أنه تتم الكم الهائل من النبوات في شخص واحد ثم استحالي أنه تتم هذه النبوات إلا في شخص واحد هو يسوع المسيح فخلينا نبتدي بالنبوة الأولى من سفر إشعياء النبي الإصحاح السابع والآية 14 في هذه الآية أحبائي النبي بيطلب من الملك أحاز أحاز كان يعتبر ملك شرير قال لا أطلب ولا أجرب قال له عمك طلبك ورفعه إلى فوق مش عاوز يطلب ولا يجرب مع أنه كان توبيخ النبي لهذا الملك أنه كان يذهب إلى العرفين وبيستشير إلى العرفين في آية 19 من إصحاح تمانية وإذا قالوا لكم أطلب إلى أصحاب التوابع والعرفين المشقشقين والهامسين ألا يسأل شعب إلهه أيسأل الموت لأجل الأحياء إلى الشريعة وإلى الشهادة إن لم يقولوا مثل هذا القول فليس لهم فجر حاول يعمل نفسه متدين أحاز الملك الشرير اللي ارتكب فظائع وفحشاء ضد الله واحد من الخطايا إنه عبر ابنه أجازه في النار للإله مولك إله الكنعانيين وإله العمونيين فالنبي الشعياء يقول له طيب أنت مش عاوز الرب نفسه هو اللي رح يعطيك الآية ففي إصحاح سبعة والآية أربعة عشر مكتوب ولكن يعطيكم السيد نفسه آية شو هي الآية هالعذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عم نؤيل وطبعا في العهد الجديد الذي تفسيره الله معنا في الإصحاح الثامن أحبائي بيتكلم عن هذا الاسم عم نؤيل يقول في آية تمانية وينضفق إلى يهود يفيض ويعبر يبلغ العنق ويكون بسط جناحيه ملأ عرض بلادك يا عم نؤيل وفي آخر آية يقول تشاوروا مشورة فطبطل تكلموا كلمة فلا تقوم لأن الله معنا لأن الله معنا وهذا التفسير اللي تكلم عنه البشير متى في الإصحاح الأول والآية واحد وعشرين أحب الإصحاح الأول من آية واحد وعشرين يتكلم تتميم لهذه النبوة لاحظ الكلام يقول في آية قبل واحد وعشرين عشرين يا يوسف ابن داود لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم وهذا كله لاحظ الكلام وهذا كله كان لكي يتم ما قيل من الرب النبي القائل هو ذا العذراء وهون يستخدم من الترجم السبعينية بارثينوس بتول يعني الكلمة في العبرة في العهد القديم علماء يعني الشاب عذراء هو العذراء البتول تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عم نؤيل الذي تفسيره الله معنا فلاحظ هذه الآية واحدة من الآيات المهمة جدا احنا نتكلم كيف اثبتت نبوات ميلاد المسيح لهوت المسيح عم نؤيل الله معنا ولاحظ ان الولادة كانت من عذراء بقوة الروح القدس وهذا احبائي مهم جدا ولادة المسيح من عذراء خليني اذكر ولادة يسوع المسيح من عذراء لثلاث اسباب واحد لكي يكون شخص المسيح الشخص الكامل والمثال الكامل للبشرية فالمسيح احبائي هو الوحيد بلا خطية لم يفعل خطية لم توجد فيه خطية حتى تحدى الاجيال من منكم يبكتني على خطية المسيح يعتبر معجزة اخلاقية فهو الوحيد الذي لم يمسه الشيطان فهو الوحيد المنفصل عن الخطى القدوس البار لم يفعل خطية فولادة يسوع المسيح من عذراء لم تكن من رجل وامرأة ولكن بقوة الروح القدس اللي حل على المطوبة على القديسة مريم العذراء فالولادة العذرائية مهمة جدا هذه الولادة لم يتورث الطبيعة الخطاءة من آدم ولكنه من الروح القدس لأنه جاء من فوق لأنه جاء من السماء فهو الوحيد بلا خطية مما يجعل يسوع المسيح متميز وفريد واحد من نوع لا يوجد أي شخصية في كل التاريخ ولد من عذراء طبعا يمكن تقول لآدم آدم مخلوق الله خلقه من تراب الأرض وحواء صنعت من ضلع آدم هذه كانت في بداية الخليقة لازم يكون في بداية أما المسيح أحبائي كما نقول في قانون الإيمان المسيحي مولود من عذراء طبعا مولود غير مخلوق لأن المسيح هو الخالق شيء تاني الولادة من عذراء مهم جدا أحبائي أنه ندرك هذا الموضوع أنه المسيح متميز فريد واحد من نوع لأنه ولد وحبل بيه من الروح القدس لما بشر الملاك مريم سألت مريم في لوق الصحي الأول كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا سؤال منطقي سؤال منطقي أجاب الملاك وقال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك فلذلك أيضا لاحظ الكلام القدس وهذه صفة إلهية القدس يعني بلا خطية القدس المولود منك يدعى ابن الله وفي موقع آخر وابن العلي يدعى لأنه جاء من العلا جاء من السمع ليه لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله فالله هو القادر على كل شيء شيء تاني الولادي من عذراء أحبائي لكي يكون المسيح الفداء الكامل وكلمة الفداء واحدة من أقوى الكلمات في موضوع الخلاص الفداء يعني الشراء بدفع الثمن لأنكم اشتريتم بثمن فمجدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي لله لأنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيراتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء بل بدم كريم كما من حمل بلعيب ولا دنس دم المسيح معروفا سابقا قبل تأسيس العالم الذي بروح أزلي قدم نفسه يعني هاي الفكرة من قبل الأزل منذ الأزل جاء المسيح متبررين مجانا بنعمته الذي بالفداء بالمسيح يسوع فإذا الفداء هو الرب اشترانه من نفسه إلى نفسه وهذا مهم جدا لأن الشيطان لا يوجد له سلطان على يسوع المسيح البشرية أخطأت آدم أخطأ وكل البشرية أخطأنا في آدم واجتاز الموت إلى الجميع فمن يستطيع أن يخلص مكتوب أجرة الخطية هي موت فلا يوجد أي شيء نستطيع به أن نرضي الله لا بالأعمال لا بالبر لا بالتقوة ولا بالذبائح ولا بالأصوام ولا بالزيارات للأماكن المقدسة أن الخلاص هو عمل إلهي والفداء هي مبادرة إلهية فإذن الفداء مهم جدا أن يسوع يتجسد كإنسان كابن الإنسان بلا خطية حتى يكفر عن خطايا كل البشرية لأن يسوع هو الحمل الكامل بلا عيب لأن يسوع هو الوحيد الذي يستطيع أن يكفر عن كل خطايا البشرية كإنسان لأنه مولود غير مخلوق ولأنه له سلطان على ذاته ولأنه ابن الله أو اللهود فالمسيح وحده الذي استطاع أن يوفي المطالب والعدالة الإلهية هو الوحيد الذي استطاع أن يرضي الله هو الوحيد الذي يستطيع أن يقوم بهذا العمل المتكامل الفداء والخلاص من أجل الجنس البشري هذا بسبب أنه ولد من عذراء بدون خطية فيحق له أن يقوم بعمل الفادي ويكون له الكفاءة كفادي أن يفدي وأن يخلص جميع البشرية ولكن كل من يؤمن به ينال الخلاص ينال الغفران ينال الحياة الأبدية ينال الفداء وينال أحباء الحضور ننتقل إلى حضور السماء شيء ثالث ودادة يسوع من عذراء أحباء الشيء مهم لأن المسيح هو الكامل والفادي الكامل وقدم خلاص كامل بجدارة وبكفاءة هو الوحيد الذي يستطيع أن يسترد الصورة المشوهة التي تشوهت من خطيئة آدم لكي يسترد العلاقة ويسترد الشركة مع الله لأنه لزت الله مع بني آدم لهذا السبب أحبائي الميلاد العذراوي هو حقيقة تعبير عن محبة الله الأزلية الأبدية لأنه مكتوب لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية وشيء آخر في هذه الولادة شيء مهم جدا بيذكروا النبي شعياء يقول في إصحاح سبعة وتلد ابنا وتدعو اسمه عم نئيل آخر آية لأن الله معنا أي ولد ابنا ولد ابنا هنا بتلقي الضوء على الاسم عم نئيل عم نئيل الولد الذي سيولد من عذراء في نفس الآية هو ابن داود الملوكي صاحب الحق في العرش الداودة من الآن وإلى الأبد يملك من الآن وإلى الأبد وهذا نشوفه تتميمه في نبوة النبوة بتممها البشير لوقة في الإصحاح الأول من آية 31 لآية 33 فإذن أحبائي هذه الآيات مهمة جدا تدعو اسمه عم نئيل عم نئيل الله معنا عم نئيل نفس الكلمة العبرية هي مترجمة للعربية ولكن إضافة لتوضيح الكلمة مكتوب عم نئيل يعني عم نئيل الله معنا في إشعية 7 14 ومتى 1 آية 23 ألم يقل الكتاب المقدس في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله هذا كان في البدء عند الله كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه في آية 14 والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا في آية 18 مكتوب الله لم يره أحد قط الإبن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر فالنبوة أحباء بتتكلم عن ميلاد فريد عن المحبة المتجسد الكلمة صار جسدا بصيغة المذكر وليس المؤنث عادة والكلمة كانت ولكن الكتاب يقول والكلمة وكان الكلمة الله والكلمة صار ليس صار جسدا فإذا الكلمة المتجسد تعود إلى الله ذاته فالكلمة كلمة الله هو الذي قال كن فيكون هو الذي يتكلم وهذا ما نؤمن به كمسيحيون نحن نؤمن أن الله الآب له وجود ذاته وأن الإبن هو كلمة الله ناطق بكلمته والروح فيه روح حياة حي بروحه هذا ما نؤمن به كمسيحيين أحبائي أن الله له وجود ذاته وأن الكلمة أعلن عن الذات الإلهية والذات الإلهية أعلنت في شخص يسوع المسيح والروح هو حي بروحه حاشا أن يكون صامت بلا حياة بلا روح ألم ينفخ في آدم نسمة حياة فإذن هذا ما نؤمن به كمسيحيين فإذن النبوة الله ظهر في الجسد ميلاد فريد العذراء تحبل بدون رجل وبيتكلم عن جنس الطفل تلد ابنا يعني بركز ابنا وليس بنتا أو مبني للمجهول وحتى اسم الطفل عما نؤيل الله معنا أو يدعى اسمه يسوع لأنه جاء في ملء الزمان ليخلص من الخطية بيتزامن مع الكلمات النبي شعية يهوى يخلص أنا أنا الرب وليس مخلص آخر فهنا يتكلم لأنه يخلص شعبه يهوى يخلص وهذا هو يسوع المسيح المخلص الذي يخلص من عقاب الخطية ثم من سلطة الخطية وأخيرا في يوم للأيام رح يخلصنا من وجودها بالكامل بالذات يعني نتحرر من الخطية في شعية 48 آية 16 مكتوب تقدموا إلي اسمعوا هذا لم أتكلم من البدء في الخفاء منذ وجوده أنا هناك هو أن الرب يسوع بيتكلم منذ وجوده أي وجود الآب أنا هناك الشعية بيتنبأ 700 سنة قبل ولادة يسوع والآن السيد الرب الرب يهوى السيد يهوى أرسلني وروحه الهاء تعود على الله وطبعا إذا نظرنا في يحنى يسوع صدم السامعين قال أنا من البدء أكلمكم أو ما أكلمكم يسوع دعي الله وكان الكلمة الله كرسيك يا الله في عبرانيين واحد تمانية لأن المسيح أثبت بجدارة عمل أعمال الله من غفران الخطايا من الخل وله صفات الله مثل الحق قال أنا هو الطريق والحق والحياة كلي الحضور كلي المعرفة لأنه كان يعلم ما في داخل الناس ولقد صرح يسوع المسيح أنه معادل لله أنا والآب واحد أنا والآب يعني جوهر واحد كيان واحد وهذا مهم جدا أحبائي لم يفقد أي شيء من اللهوت عندما أصبح إنسان مكتوب الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلصة أن يكون معادلا لله لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب لذلك رفعه الله وعطاه اسما فوق كل اسم لكي تشتب اسم يسوع كل ركبة تتميم لنبوة إشعية تنحني كل ركبة ستشجد الاسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب لأحبائي لأنه هو الله إله كامل وإنسان كامل في اتحاد كامل في شخص واحد إلى الأبد وحتى وحتى الآن أحبائي هو جالس عن يمين الله يمين العظم كالإله والإنسان الكامل فهذا هو مثال كامل للبشرية في التواضع والبذل والعطاء والمحبة والتضحية فإذن أحبائي هذا مهم جدا أنه ندركوا عما نقيل الله معنا واحدة من أعظم الإعلانات أنه في العهد القديم كان مجد الله يحل في خيمة الاجتماع في الهيكل بمسير الرب مع شعبه في البرية في عمود نار ولكن أحبائي في ملء الزمان مكتوب رأينا مجده مجدا ومن ملئه نحن جميعا أخذنا نعمة فوق نعمة لأحبائي هذا المجد الإلهي ظهر في شخص ربنا يسوع المسيح لهذا السبب واحدة من أعظم الإعلانات أنه الله معنا لما نسمع كلمة الله معك تبعث فينا الفرح أنه كلمة الله اتخذ جسد وحل بيننا وإنه عم نؤيل مثل ما قرأت في الإصفاح الثامن بسط جناحيه من عرض بلادك يا عم نؤيل لأن الله معنا الحضور الإلهي مع البشر هو الله شخصيا حضر في وسط الناس مع أنه الكتاب يقول الله لم يره أحد قد الإبن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر أو كما قيل عنه الكائن على الكل إلها مباركا صار إنسانا معنا حلا بيننا هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد فهو معنا وليس ضدنا لأنه إن كان الله معنا فمن علينا إن سرت في واد ظل الموت فهو معي عصاك وعكازك هما يعزيانني ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر فإذا هذه النبوة سبعمائة سنة قبل الميلاد عم نؤيل الله معنا ولد يسوع بقوة الروح القدس من عذراء لكي يكون مخلص البشرية وهذا ما يتميز به الرب يسوع عن سائر البشر ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بث مباشر على القناة الفضائية قناة الحياة المسحية وطبعا بتشوفون على قنوات التواصل الاجتماعي حديثنا كيف اثبتت نبوات العهد القديم عن ميلاد المسيح عن لاهوتو وشفنا الآية الاولى في شعية 7-14 ولادة المسيح من عذراء وانه عم نؤيل الله معنا قبل ما اقرأ الآية الثانية خلينا اخذ مكالمة معنا الاخت مريم من مصر اهلا وسهلا اخت مريم اهلا وسهلا فضل اخ مريم كل سنو حضرتك طيب سامعني ايوة بس ممكن الصوت يتعلى شوي طيب حضرتك طيب شاهدين بخير انا سامعك ايوة الحقيقة انا لما تولدت حضرتك عارف انه كنت من المسلمة لما كنت يعني وانا طفلت دايما بحب كريسما يعني اشوف كل حتة في مصر كان عندي دايما سؤال انش معنى ميلاد المسيح اللي بتحتفل بيه البشرية كلها اللي قسم التاريخ لإثنين قبل الميلاد وبعد الميلاد وليه مثلا ده ما حصلش مع ميلاد محمد وهم علمونا ان محمد خير خارق الله وان الكون كله تخلق من أجله لكن بعد ما المسيح افتقدني بنعمته الغنية وعرفت الحقيقة اتبرق معي المسيح بلاد بقى تذكار للتنازل اللي الرب عمله من أجلي ان تنازل عن أمجاده السماوية وعن وجوده في السماء ونزل اخذ صورة عبد سائرا بين الناس وزي ما القيا بتقول اخذن صورة عبد سائرا بين الناس وإذا وجده في الهيئة كإنسان وضع نفسه وقطعه حتى الموت موت الصليب يعني بكل بساطة المسيح ميلاده جي علشان يموت المسيح تولد عشان يموت عشان يديني في الآخر أنا هدية الكريسمس اللي هي الحياة الأبدية وده بالنسبة لي كان ميك سنس ليه لأن إلهي اللي هو أبوي السماوي هو المسؤول عن خلاصي مش بأعمالي مش بدراعي حدخل الملكوت لكن بنعمته الغنية بأنه هو أخد الخطيئة بتاعتي أخد تمنها وتصلب بدالي خطيئتي هي اللي كانت مفروضة خليني أنا اللي أموت بس هو لأن أنا قبلته كمخل الشخصي لي أنا والألاف التانيين اللي قبلوا خلاصه اديهم العطية بتاعة الملكوت بأن إحنا قبلنا زي ما الآية بتقول لذين قبلوا أعطاهم أن يصيروا أولاد الله آمين أخت مريم آمين أخت مريم شكرا كتير فعلا نقطة كتير كتير مهمة أنه ولادة يسوع المسيح قسمت التاريخ إلى قسمين ما قبل وما بعد الميلاد وإحنا نحتفل بعيد الميلاد كما نقطة أثرتها كتير كتير مهمة أنه ولد يسوع ليخلص والخلاص هو عن طريق موت المسيح الكفاري على الصليب من أجلك ومن أجل ومن أجل كل المشاهدين ولكن المسيح قام وهو حي وهو الوحيد الذي أثبت من خلال قوة القيامة شرعية ومصداقية رسالته وهدف وجوده وأن كل الكتاب فعلا هو كتاب الرب يسير بتناغم والسؤال هل توجد شخصية في كل التاريخ نقارنها في يسوع المسيح بصراحة هل يوجد أي شخصية بمن نقارن بيحكوا عن أخلاقيات سقرات وفي الكتاب المقدس منقرأ عن موسى واحد من أعظم رجال الله ومنقرأ عن يحنى المعمدان ولكن حقيقة هذا الكتاب موجود وأنا بصلي من كل قلب أنك تقرأ العهد الجديد الإنجيل وأكيد رح تتعرف على شخصية يسوع وإذا في حد بيمنعك تقرأ الكتاب المقدس في سبب وفي غرض مش عاوز منك أنك تنال الخلاص والحيام الأبدية شكرا كتير أختي مريم الآية التانية اللي رح أذكرها نبوة طبعا ذكرت في كتير نبوات في العهد القديم فيك ترجع لحلقة قديمة هي نبوات العهد القديم للهوت المسيح بتشوف كده آية اللي بتتكلم عن لهوت يسوع بس أنا عم بركز عند ولادة يسوع واحدة من الآيات المشهورة اللي دايما نقتبسها اللي هي في إشعية تسعة من آية ستة ولكن خليني أرجع للآية اتنين الشعب السالك في الظلمة أبصر نورا عظيما الجالسون في أرض ظلال الموت أشرق عليهم نور يسوع هو الكامل يسوع هو النور فهو ساكن في النور ولابس النور وهو النور الحقيقي استحال أي ظلمة تقترب من يسوع فيسوع جاء أحباء لكي يضيء على الشعب الجالس في أرض الظلمة في أرض ظلال الموت وبيتكلم عن الشخصية وبالتحديد عن مواصفات هذه الشخصية اللي هي في آية تسعة وآية عشرة مكتوب سوري آية ستة وآية سبعة لأنه يولد لنا ولد لاحظ الكلام ونعطى ابنا لأنه كمسيحين نحن لا نؤمن أن الله عنده ولد أو صاحبة هذا كفر بالنسبة للمسيحي وأي شخص بآمن بهذه الآية كمسيحي نحن نعتبره شخص كافر ضد الله ويحتاج إلى توبة ورجوع إلى الله لأن الكتاب بميز يولد لنا ولد ونعطى ابنا عطية السماء وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه لاحظ الكلام عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام في آية سبعة لنمو رياسته وللسلام لا نهاية على كرسي داود وعلى مملكته ليثبتها ويعضضها بالحق والبر لاحظ الكلام من الآن إلى الأبد غيرت رب الجنود تصنع هذا وهذا بيتمشي مع النبوة دانيال اللي بيتكلم عن ملكوت لا ينقرد مملكة لا تنتهي مملكة تصحى كل الممالك أو كما يقول المرنم في المزمور ومملكته على الكل تسود إنها مملكة الرب يسوع المسيح وهذه واحدة من أشهر الآيات اللي بتتكلم عن اسم الرب وعن عمل الرب وعن طبيعة الرب اسمه يسوع المخلص اسمه عمانوئيل أو لقبه عمانوئيل المسيح الممسوح من الله الله معنا ثم طبيعته طبيعتان لاحظ يولد لنا ولد ونعطى ابنا فالكتاب يميز يميز طبعا لا اليهود ولا المسيحية يعني أغبي حتى يفكروا بطريقة كافرة زي الكلام اللي قيل في العهل الجديد وهأنت ستحبلين وتلدين ابنا لاحظ تلد ابنا وتسمينه يسوع هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى ويعطيه الرب الاله كرسي داود أبيه لاحظ الكلام ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه نهاية لوقاء الإصحاح الأول لاحظ تتم أحبائي في في رسالة غلاطية ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت النموس ليفتد الذين هم تحت النموس لننال التبني لاحظ ملء الزمان أرسل الله يعني كان موجود وين عند الله يعني كان عند الله أرسله في ملء الزمان الكيفية أو الطريقة مولودا الوسيلة امرأة هيأ مريم المطوبة القديسة مريم العذراء هيأها لهذه الولادة كما ذكرت الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك فلذلك القدس المولود منك يدعى ابن الله يولد لنا ولد في ملء الزمان ونعطى ابنا هو عطية وهدية السماء لكل الجنس البشري لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدي هون الطبيعتين أحبائي في نفس الآية الطبيعة الإنسانية ولادة يسوع المسيح كإنسان من عذراء ثم هذا الذي ولد من عذراء لاحظ الكلام هو الإله القدير إلها قديرا الجبور الجبور يعني الإله الجبار طبعا هي الإله المحارب فإله يعني اللي رح يولد هو الإله مش نص إله مش دمي جود مثل آلهة اليونانيين ولا آلهة المصريين ولا الأساطير اللي بيتكلم عنه لأن المسيح نرجع للكلمة هو كلمة الله وهو حي بروحه هذا ما نؤمن به كمسيحين ولكن الولادة في ملء الزمان الذي ولد هو الإله الجبار الإله القدير كما ترجمت هنا ومش بس الإله القدير لاحظ أبا أبديا هاي كلمة قوية جدا يعني هو هنا بيتكلم عن اصطلاح الآب الذي يسدد الاحتياج في نفس الآيات اللي قرأناها أحبائي في رسالة بولوس إلى كنيسة غلاطيا لاحظ برجع كمان مرة بكر الآيات ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت النموس ليفتد الذين تحت النموس لننال التبني والتبني يعني صرنا أولاد الله بالإيمان بالرب يسوع المسيح وهذه أعظم عقيدة في المسيحية هي عقيدة التبني أنه أنا كنت عبد لا أستحق الخلاص أستحق جهنم الرب خلصني وأعطاني المكان الملوكي ابن بنت للرب وهذا قمة العظمة لننال التبني ثم بما أنكم أبناء أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم صارخا يا أب الأب أبا أبديا إذن لست بعد عبدا بل ابنا وإن كنت ابنا فوارث لله بالمسيح فأيوب مكتوب أب أنا للفقراء ودعوة لم أعرفها فحصت عنها أيوب 29 تفيد الحماية الأبوة تفيد الحماية وتفيد الإرشاد وطبعا بيتكلم عن نبوة دانيال القريبة كنت أرى في رؤى الليل وإذا مع صحب السماء مثل ابن إنسان أتى وجاء إلى القديم الأيام فقربوه قدمه دانيال بيتنبأ بالتفصيل عن ابن الإنسان يسوع من ولاته لاحظ فأعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة سلطانه سلطان أبدي ما لن يزول وملكوته ما لا ينقرد جاء مع صحب السماء جاء أمام محضر قديم الأيام مجد وملكوت وسلطان أبدي ما لن يزول ملكوته لا ينقرد أي لن مملكة لن تهدم فالسؤال من هو ابن الإنسان وله صفات لهوتية ويأتي على سحاب السماء تعبير لللهوت السحاب والضباب حوله العدل والحق قاعدة كرسيه مكتوب عن وحي من جهة مصر هو ذا الرب راكب على سحابة سريعة وقادم إلى مصر فترتجف أوثان مصر من وجهه ويذوب قلب مصر داخلها الشعية 19 الآية الأولى هذا الإبن له كل السلطان والمجد والسيادة والقوة كل الشعوب تتعبد له وملكوته لا ينقرض يوم من الأيام رح تسجد للرب إن شئت أم أبيت ولكن أدعوك الآن إنك الآن تسجد للرب وتؤمن بالرب يسوع المسيح لكي تتحرر من الدينونة من الجدير بالذكر أحبائك كل السلطان والمجد هو للرب يسوع عند محاكمة المسيح في بشارة مرقص اسمع ما هو مكتوب عن يسوع أما هو فكان ساكتا ولم يجب بشيء فسأله رئيس الكهنة أيضا وقال له أأنت المسيح ابن المبارك فقال يسوع أنا هو وصوف تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة وآتيا في سحاب السماء عم بيتحاكم ولاحظ عم بيتكلم بالنبوة عن شخصه فمزق رئيس الكهنة ثيابه وقال ما حاجتنا إلى شهود قد سمعتم التجديف ما رأيكم فالجميع حكموا عليه أنه مستوجب الموت فإذن أحبائي يسوع المسيح اللي ولد في بيت لحم هو عم نؤيل هو الإله القدير هو أبا أبديا وكمان أيضا نستطيع أن نقول أب الأبد هيك التفسير باللغة الأب الأبد أو أب الأبدية مثل ما البعض فسرها وإنه يملك من الآن وإلى الأبد فالمسيح هو الملك الذي سيملك ثم أحبائي خلينا أتكلم عن آية سريعة في ميخا إصحاح خمسة والآية الثنين اللي بتتكلم عن مخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل أما أنت يا بيت لحم وأنت صغيرة أن تكون بين ألوف يهودة فمنك يخرج لي الذي يكون متسلط على إسرائيل فإذن النبوة تمت في أيام أغسطس لما أصدر القانون أو أنه كل واحد يروح لبلده ما سقط رأسه طبعا يوسف ومريم من نسل داود راحوا لبيت لحم من اليهودية إلى مدينة داود التي تدعى بيت لحم لكونه من بيت داود وعشيرته ليقتتب مع مريم امرأته المخطوبة وهي حبلة وهناك ولدت يسوع المسيح ولما جاء الحكماء من المشرق سألوا أين هو المولود ملك اليهود فإننا رأينا نجمه في المشرق وأتينا لنسجد له سأل رؤساء الدين هيرودوس أين يولد المسيح فقالوا له في بيت لحم اليهودية اليهودية لأنه في بيت لحم الجليلية قريبة من الناصرة وتنبأ أو وتكلم عن نبوة اللي تمت فإذن هذا الإله القدير الأب أو أبو الأبد عم نؤيل الله معنا ولد من عذراء في بيت لحم لتتميم النبوة هالعذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عم نؤيل وطبعا يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطياهم وخليني أختم أحبائي في نبوة كتير كتير مهمة وبكتفي بهذا القدر في سفر الأمثال سفر الأمثال إصحاح 30 في نبوة كتير كتير مهمة في آية 4 من صعد إلى السماوات ونزل من جمع الريح في حفنتيه من صر المياه في ثوب من ثبت جميع أطراف الأرض ما اسمه وما اسم ابنه إن عرف وطبعا هاي بتم مع الآية قبلوا الابن لألا يغضب في المزمور الثاني وطبعا هذا شيء متعارف عنه في العهد القديم ما اسمه ما اسمه واسم ابنه يعني من اسم من هو جوهره طبيعته من خلق الكون لاحظ بالكلام هقرأ أيوب بتشوف كم من هذه الأسئلة عن الكون الابن الوحيد المتميز الفريد واحد من نوع هو في حضن الآب هو خبر هذا الاسم أخفي عن يعقوب عندما سأل عن اسم الرب وعن منوح عندما سأل عن اسم الرب ما اسمه اسمه عجيب يدعى اسمه عجيب وهنا يا حبائي بتشوف التتم قال يسوع لنقديمس هو فهمان العهد القديم بالكامل فهمانه كان بيحكي معنى قديمس اسمع ما قال وليس أحد صعد إلى السموات إلا الذي نزل من السماء ابن الإنسان بيحكي معنى قديمس ابن الإنسان الذي هو في السماء فهو وحده يسكن السماء دائما قبل تجسده ولكن برضو عندما تجسد أحبائي قال قد نزلت من السماء أنا من فوق أنتم من أسفل بتشوف آيات كتير في إنجيل يحن ما اسمه وسم ابنه من يستطيع أن يعرف بالتمام مثل هذا الكائن العظيم الفائق فائق للإدراق بيتكلم عن شديد الغموض بس معتز بالقوة كلي الوجود هو الرب يهوى وسم ابنه يسوع يهوى يخلص نرى عظمة الله المعلنة في الطبيعة والذي يمتلك القدرة الفائقة لأن الإسم عظمت اسمك فوق جميع كلمتك كل الخلائق من أجل هذا أحباء اليهود لا يذكر الإسم بقوله بعزرات هشيم أو بروخ هشيم مبارك اسم الرب أو بمساعدة الرب ما بيذكر الإسم يهوى فدايما بيذكر الإسم والإسم شيء مهم جدا بالنسبة لليهود وإحنا أدركنا من هذا الإسم بيتكلم عن يسوع المسيح له كل المجد الذي يمتلك القدرة الذي له السيطرة على قوة الريح يعني يجمع الريح بحفنتيه واحتواء على المياه سواء في السحاب أو الصحب أو حتى في أعماق المحيد يريد تقرأ أيوب 38 39 اقرأ كل الأسئلة اللي وجهت من الرب لأيوب عن فهم الله وخليقته من يعرف الإبن؟ قال يسوع إن أراد الإبن أن يعلن لك هذا إعلان خاص لأنه لا يستطيع أحد أن يقول يسوع رب إلا بالروح تؤمنون أني أنا هو أنا من البدء ما أكلمكم أيضا به أي أنا يهوى منذ الأزل أنا هو الذي أكلمكم الآن أنا من كلمكم من البداية وأكلمكم الآن من خلال التجسد هذه تتميم للنبوات لم يتكلم من البدء في الخفاء منذ وجود الرب وأنا هناك والآن السيد الرب يهوى أرسلني وروحه المتكلم قدوس إسرائيل المسيح وحده الذي كان في السماء ليس مجرد نبي ولا مجرد معلم أو رسول هو الرب أحبائي ونزل إلى العالم وحل بيننا إلي وأخ نوخ الرب نقلهم لم يمضوا إلى السماء بل نقلهم إلى هناك ولكن يسوع صعد ونزل وهكذا سيأتي ثانية لا يوجد أي كائن بشر فيه في كل الكون اللي جاء حضوره بالكامل بصفة الله موجود في كل مكان في آن واحد كلي الحضور حيث ما اجتمع اثنان أو ثلاثة بتتكلم عن طبعا الحكم والغفران حسب متة 18 ولكن برضو الرب موجود أحبائي في الختام إن حلول الله في جسد المسيح هو أن طبيعة اللهوت قد اتحدت بالناسوت بغير اختلاط أو امتزاج بينهما وبغير تغيير فلم يصبح اللهوت ناسوتا ولا الناسوت لهوتا فاللهوت بقي لهوت والناسوت بقي الناسوت وهذا ما يميز ولادة يسوع المسيح له كل المجد ألا تتبعه ألا تؤمن به ألا تريد أن تتعرف به وعليه لتحصل الحياة الأبدية آمن بالرب يسوع وتحصل على الحياة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر